طيب خلينا بقى نروح للأمور الفنية وتأهل النادي الآلي إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا وعرف رؤيكو سريعا يعني لا بشوف النادي الآلي أقدم بصراحة بطولة من صعوده من دور المجموعات بطولة مميزة جدا النادي الآلي كابتن دايما بيعرف العب بطولة دوري أبطال إفريقيا دايما هو المنافس المباشر في دوري أبطال إفريقيا بص على جميع الأراضي من جميع الفرق سواء الترجي أو حتى الرجاء أو حتى عبلاله للسوداني كل الأندل اللعبة لنادي الآلي دايما شايفين النادي الآلي هو رقم صعب فريق صعب في دوري الأبطال يمكن إنجاز كبير جدا النادي الآلي بيصعد للمرة الرابعة على التوالي في دوري أبطال إفريقيا لنصف النهائي ورايب إن شاء الله كمان يكون فايز باللقب هذا الموسم فانما شوف النادي الآلي وصوله لي الدور ده في الوقت ده من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمر مهم جدا يا كابتن عشان يكمل سلسلة النتائج اللي جبال مميزة جدا اللي بيمر بها الفريق خلال الفترة الحالية طب تكلم على بطل يعني مصابة الدوري بشكل كبير جدا دي لالي فرق بشكل كبير جدا عن أقرب منافسي سواء في يوتشر أو بيراميد بتكلم على بعض بشكل كبير جدا عن نادي الزمالك لو فاز مبارات المؤجلة هيوصل لفرق يمكن يصل لعشرين نقطة بتكلم على بطل كاس مصر الموسم الماضي بتكلم إنه عنده لسه مبارات سوبر بتكلم على وصوله نصف نادي دوري بطل أفريقيا بشوف إنه إنجازات مهمة جدا للاعبة النادي الزمالي اتحققها الموسم ده مهمة جدا بالنسبة لها إنها تستمر في التقلق والنجاح في تحيير بطلات الحالية بشوف صراحة وعايزة وجعله التحية لكولر كولر عمل الروتيشن بشكل كويس قوي 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 في كل البطلات اللي هو بيشارك فيها مع النادي الأهلي بص على لعبة النادي الأهلي مش هتحس كان دايما لما بيجي شهر أربعة وشهر خمسة في الموسم اللي فات أو اللي قابلة أو أي موسم تاني كنت بتلاقي عادة كبير جدا من الأصابات بيدرب لعبة النادي الأهلي بسبب الإجهات إحنا شايفين الموسم ده لعبة النادي الأهلي وقف على رجلها بشكل كويس براطة الرجاء أنت بتلعب تسعين دقيقة في ملعب محمد الكامس أنت مش حاسس بخطورة النادي الرجاء وده يقول لك قد إيه النادي الأهلي كان مركز بشكل كبير جدا في المباراة يمكن كنا متمؤنين حتى وإحنا بنتفرج أحمد على اللقاء إن حاسسين النادي الأهلي يقدر أولاً يسجل من هجمة مرتدة لحاسسين إن صعب النادي الأهلي يسجل فيه بص حتى على تغيرات كلها لصواف المباراة بتغيير حتة إنكتناس الياسر بريم بداية المباراة عشان هما بيعتمد على الكارة التولية أو حتى الدفاعياء بشكل أكبر محمود مطالب يبدأ الهجمة وبصير أكتر ما هو يمكن قاطع للكرات فكان فضل يسجل فمشوف إنكتها جرات فنية تقول لك أديمنا الراجل ساب كل حاجة ومركز فنية بس مع النادي الأهلي مركز في الروتيشن مع العيبة بشكل كويس إمتى راح معلول إمتى راح حياني إمتى يدي الكارابة إمتى يدي الشريف اللعيبة مزعلانة حتى اللعيب اللي بيقدر أديكت المدرأ مزعلان في النادي الأهلي فمشوف وجوده في نصف النادي قدام نادي الترجي لابد من استغلال عوامل كتير جدا في الترجي لفترة حالية الترجي بيعاني من إصابات بشكل كبير جدا بيعاني من ترجوها في بطولة الدورة التونسي بسبب نتائج كانت وحشة جدا للنادي الترجي قدت إنهم يلعبوا مطشوط الدورة بالعيبة الأساسيين فده أثر عليهم في أفريقيا مبارات الشبيبة إمكان الشبيبة كان في بعض وقت المباراتين كان أفضل بشكل كبير جدا ولكن تتكلم على أجواء كانت صعبة جدا جماهير كانت صعبة جدا ضد فريشة وقت القبائل فالترجي قدر يصعد لنصف نائل لازم النادي العلي يكون مركز من دلوقتي في مبارات الزمالك ثم مبارات الترجي لإني بشوف إن الشهر ده هو أهم شهر في الموسم للنادي العلي